اهلا بكم ابنائي الاعزاء طلبة الطلاب التعليم الفني الصناعي تخصص ميكانيكا سيانة واصلاح نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج اهلا بكم انا معاكم استاذ سماح علي معلم خبير بوزارة تربية والتعليم تخصص ميكانيكا اهلا بكم ابنائي الاعزاء وان شاء الله حلقتنا النهاردة تدور حول مادة جميلة كلنا بيحبها جدا اللي هي مادة تكنولوجيا التحكم الهايدرولكي اهلا بكم ابنائي الاعزاء وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة اهلا حبيبي وان شاء الله النهاردة حلقتنا هتدور حول عناصر التحكم الهايدرولكي هناخد من هذه العناصر سمامات التحكم في الضغط مع بعضينا كده بقى نبدأ حلقتنا الجميلة ونبدأ نستعرض المادة العلمية بتاعتنا لطلابنا طلاب تعليم الفني الصناعي التخصص ميكانيكا سيانة وإصلاح تعليم مصدر نبدأ أبناء الأعزاء ونبص على الشاشة ونشوف سمام التحكم في الضغط هتكون وظيفته ايه سمامات التحكم في الضغط يا ولات زي ما هي قدامنا على الشاشة هذه السمامات بتعمل على التحكم في ضغط دوائر التحكم الهايدرولكي أو ضغط جزء من دائرة التحكم الهايدرولكي يعني السمامات ديت أقدر من خلال إن أنا أتحكم في ضغط دائرة التحكم الهايدرولكي أو المنظومة الهايدرولكية أو ضغط جزء من الدائرة بتاعتنا أنواع سمامات التحكم في الضغط عندي ثلاث أنواع من السمامات ديت سمام حد الضغط وسمامات توالي العمليات بالضغط وايضا عندنا سمامات تخفيض الضغط بقى انا عندي كده كم نوع عندي تلات انواع سمامات حد الضغط سمامات توالي العمليات بالضغط سمامات تخفيض الضغط هنبدأ مع اول نوع من انواع هذه السمامات اول حاجة سمام حد الضغط زي ما الشاشة بتاعتنا الجميلة بتعرض لنا كده اجزاء هذا السمام اجزاء هذا السمام ثلاث اجزاء سهلين جدا جدا على الرأس اول جزء اللي هو عنصر الغلق بتاعنا وده بيكون على شكل مخروطي او قدامنا ده اسمه عنصر الغلق يعني ايه عنصر الغلق يعني العنصر اللي بياغلق مساحة او فتحات مرور السائل الهايدرولكي كمان عندنا يايدا او زنبروك اللي هو عن طريقه اما بغلق فتحة مرور الزيت بتاعي او عن طريق الياي ده لما بدفعه الاعلى بفتح فتحة مرور الزيت الهايدرولكي كمان عندنا من مكونات هذا السمام قعدة او قعدة عنصر الغلق قعدة عنصر الغلق اللي هي القعدة دي القعدة اللي فوق المخروطية دي دي بنسميها قعدة عنصر الغلق يبقى انا عندي هنا رقم واحد اللي هو عبارة عن عنصر الغلق بتاعي اتنين اللي هو الياي او الزنبروك تلاتة قعدة عنصر الغلق اللي هي القعدة بتاعة المخروط اللي عن طريقها اقدر ان انا اتحكم في مساحة مرور السائل الهايدرولكي لمنظومة التحكم الهايدرولكي انا دلوقتي لو احنا شفنا ان العناصر بتاعتنا التلاتة اللي بتكون عندي السمام هلاقي ان انا عندي ثلاثة عناصر اساسية وهما اول حاجة المخروط او عنصر الغلق المخروطي ثانين عندنا الياي او الزنبروك وثالث حاجة قعدة عنصر الغلق بتاعنا طيب ده كده مكونات سمام حد الضغط مكونات سمام حد الضغط طيب احنا عايزين نعرف سمام حد الضغط دوت بيعتمد الياي فيه على ايه اللي بيتم دفع عنصر الغلق رقم واحد ده عن طريق القعدة بتاعته رقم ثلاثة وذلك بيتم عن طريق الزنبروك رقم كام اتنين طيب الزنبروك رقم اتنين ده لما بيجي يندفع وبيغلق بيغلق فتاحات مرور السائل الهايدرولكي العنصر الغلقي ده بيعتمد على قوة مين؟ على قوة الياي طيب قوة الياي عندي هنا بتعتمد على ايه؟ علشان تقدر ان هي تقفل مساحة مرور السائل الهايدرولكي بتعتمد على ابعاد الزنبروك ابعاد الزنبروك بتاعي دوت كبير ولا صغير نوع مادة الزنبروك اللي هي بتقفل الفتاحات مقدار الضغط عندي توصيل غرفة الزنبروك بالايه؟ بالخزان توصيل غرفة الزنبروك بالايه؟ بالخزان يبقى تاني يتم دفع عنصر الغلق رقم واحد عن طريق الياي رقم اتنين عن طريق قعدة العنصر المخروط ده رقم كام؟ تلاتة طيب ايه هو اللي بيديني قوة دفع الزنبروك؟ قوة دفع الزنبروك بتعتمد على ابعاد الزنبروك بتاعي او ابعاد الياي نوع مادة الياي اللي عندي مقدار الضغط اللي انا بازبط عليه الياي بتاعي وتوصيل السمام بالخزان وطريقة توصيل السمام بالايه؟ بالخزان دي كلها عناصر بيعتمد عليها قوة دفع من الياي بتاعي عند تشغيل هذا السمام اللي هو سمام حد الضغط عند تشغيل هذا السمام اللي هو سمام حد الايه؟ الضغط عايزين نعرف حالة السمام وهو مغلق الحالة اللي أصدنا ديك حالة السمام وهو مغلق قال لي عندما يؤثر السائل الهيدرولكي على عنصر الغالق يعني أنا عندي دلوقتي السائل الهيدرولكي هو ما شغل هو الأحمر ده عندما يؤثر هذا السائل الهيدرولكي بتاعي على عنصر الغالق بيؤثر على عنصر الغالق اللي هو الرأس المخروطية دي فعلى عنصر غرق فإنه بيعمل على قوة معاكسة بيدي قوة إيه؟ معاكسة لقوة مين؟ لقوة الزنبروك وتزداد هذه القوة بزيادة ضغط السائل الهيدرولكي القوة اللي هتدفع الزنبروك بتزداد بزيادة قوة ضغط مين؟ السائل الهيدرولكي طيب قال لي طالما كانت قوة الضغط للياي كل ما كانت قوة ضغط للياي عندي هنا أكبر من القوة الناجمة من ضغط السائل هتبقى العنصر ده ماله مغلق يعني إيه أولاد؟ احنا عايزين دلوقتي نعرف إن عندي حاجة اسمها عنصر غلق وعندي حاجة اسمها السائل المندفع السائل الهيدرولكي إيه؟ المندفع وعندي حاجة اسمها ياي أو زنبروك إيه العلاقة ما بين التلاتة دول؟ لو قوة السائل الهيدرولكي اللي هنا تغلبت على مقومة الياي اللي عندي فوق ده بالتالي الياي ده لازم هيندفع لإيه؟ لأعلى وعنصر الغلق هيفتح مصار مرور الإيه؟ السائل الهيدرولكي من خط البرشار إلى خط التنك أو الخزان يبقى أنا عندي فكرة عمل هذا السمام ده كده بالنسبة لي أولا وضع الغلق وضع الغلق ده بيفصر لي إيه؟ بيفصر لي إن قوة ضغط السائل الهيدرولكي هنا أقل من مقومة مين؟ من مقومة الياي فبالتالي الياي هو اللي مسيطرة على قوة الدفع بتاعت مين؟ بتاعت عنصر الغلق وبالتالي عنصر الغلق قافل على مصار مرور الهوى من خط البرشار لخط الخزان مصار مرور الهوى من خط البرشار إلى خط مين؟ التنك أو الخزان ليه؟ لأن قوة السائل الهيدرولكي عندي أقل بكثير من مقومة مين؟ الياي فبالتالي الياي مؤثر على المخروض وأغلق عنصر مكان إيه؟ فتحات مرور السائل الهيدرولكي وبالتالي السائل الهيدرولكي ماش هيقدر إن هو يبدأ يمر من خط البرشار لليمين؟ للتنك والوضع ده بنسميه حالة الصمام مغلق حالة الصمام في حالة إيه؟ الغلق يعني وضع الصمام ده دلوقتي مغلق مغلق ليه؟ لأن قوة السائل الهيدرولكي ينهوت أقل بكثير من مقومة مين؟ الياي فبالتالي عنصر الغلق مغلق والصمام مغلق ولا يوجد مصار لمرور السائل الهيدرولكي من خط البرشار إلى خط التنك بتاعي ده اللي مكتوب يا وليه؟ بيقول لي عندما يؤثر ضغط الدائرة على عنصر الغلق أول ما ضغط الدائرة يؤثر على عنصر الغلق في الحالة دي تزداد القوة على مين؟ على الياي إذا زادت القوة على الياي وما زالت مقومة الياي أعلى فهذا يؤدي إلى غلق أو يظل عنصر الغلق مغلق ومرتكزا على القاعدة وده بيديني حالة السمام في الحالة المغلقة وبالتالي لا يمر السائل الهيدرولكي من خط البرشار بتاعي إلى خط من التنك طيب جميل أو عايزين نعرف بقى حالة السمام وهو مفتوح وهيبدأ يمر السائل الهيدرولكي على التنك قال لي لو عندي هنا زاد قوة ضغط السائل الهيدرولكي في خط البرشار اللي جاي من المضاخة عن الحدود التي يتم ضبط السمام الياي عليها فبالتالي هنا قوة السائل الهيدرولكي هتبقى أكبر من مقومة الياي وبالتالي القوة بتاعت السائل الهيدرولكي هتأثر على الياي فهيرجع للخلف وبالتالي عنصر الغلق ده هيرجع للخلف وهيفتح فتحة مرور من السائل فهيمر السائل الهيدرولكي من خط البرشار إلى خط التنك وفي الحالة ديت هيبقى الوضع التاني للسمام وهو الوضع المفتوح أو وضع السمام يعمل يعني في وضع التشغيل تعالوا بقى نشوف كده احنا كاتبين ايه بيقول لي أما في حالة زيادة القوة الناشئة عن الضغط في السائل الهيدرولكي القوة الناشئة عن الضغط ده هي تتأثر على قوة مين الياي فهيبدأ يبتعد الياي أو عنصر الغلق عن المقعد بتاعه ويبدأ يرتفع لأعلى فهنلاقي ان السائل هيدرولكي هيمر من خط البرشار عندي إلى الخزان وبالتالي تتغير فتحة السمام طول الوقت اعتمادا على كمية الزيت اللي هيدرولكي الذي يمر من خلال خط البرشار على فتحة الخزان السمام ده احنا بنسميه احيانا سمام الامان ليه لانه بيحمي الدايرة بتاعتي من اي احمال زي اي ده او اي انفجارات ممكن تحدث اثناء التشغيل لاي منظومة هيدرولكي احنا دلوقتي يا ولاد عرفنا اول نوع من سمامات البرشار فالفز اللي هي سمام حد الضغط وعرفنا ان سمام حد الضغط ده بيتكون من ثلاث عناصر اول حاجة عنصر الغلق بتاعه ثانيا الياي او الزنبروك ثالثا قواعدة عنصر الغلق قلنا عند زيادة ضغط السائل الهايدرولكي عن الحدود المسموح بيها في الدايرة بنبدأ السائل الهايدرولكي اللي ضغطه بيزيد ده بيبقوته اكبر من مقاومة الياي اللي انا زابط عليها الياي فبالتالي هيبدأ الياي بتاعي يرجع للخلف ويبدأ يفتح فتحة عنصر الغلق ويبدأ الزيت الزيادة بالضغط العالي يبدأ يتصرف على الخزان وبالتالي في الحالة دي انا بسمح بالزيت الهايدرولكي يسير في الدائرة بالضغط المطلوب وبالتالي السمام ده بيعمل لي على ضبط ضغط الدائرة او ضبط جزء من الدائرة بتاعتي وعن طريق التحكم في كيمة الضغط اللي هيسير في الدائرة عن طريق ضبط مين الياي والزيت الزيادة اللي هو زود ضغط العالي هيبدأ ينصرف ويتجه لمين للخزان ولزلك احنا بنسمي السمام ده سمام الامان علشان هو سمام بيحميل الدائرة بتاعتي من اي احمال ايه من اي احمال زي ايه ده كده شباب كان سمام حد الايه حد الضغط ما بعدينا بقى ناخد كده فكرة تاني عنه ما بعدينا شباب احنا عندنا دلوقتي فيلم انا اعرضه هيبين لنا وظيفة سمام حد الضغط اه انا عندي هنا التانك بسحب منه السائل الهيدرولكي السائل الهيدرولكي بيمر في المضخة طول ما الضغط ده مسموح بفين في الدائرة يعني طول ما الضغط ده مسموح به في الدائرة السائل اللي هيدرولكي بيروح عالسلندر والسلندر بيدفع ايه المشغولات طب احنا عايزت نعرف بقى لو السائل اللي هيدرولكي جيه هنا وزاد يعني ضغط الزيت عندي هنا ايه زاد ايه اللي هيحصل لو ضغط الزيت زاد في خط الضغط ده عن الحدود المسموح بيها هلاقي ان الزيت الزيادة هيروح على مين على سمام حد الضغط يبقى انا لغاية دلوقتي الضغط بتاعي ماشي من الخزانة على مين المضخة منه على السلندر انا بقى دلوقتي عايز اعرف وظيفة سمام حد الضغط ده ايه قال لي سمام حد الضغط ده هيبدأ يتحكم لي في كمية الزيت الزيادة لو عندي زيت زيادة هيمر من عنصر الغلق بتاعي هيبدأ يدفع لعنصر الغلق الاعلى هيبدأ الياي ده يتحرك لاعلى هياخد الزيت الزيادة وابدأ اصرفه على مين على الخزان اهو يبقى انا دلوقتي الزيت اهو بيزيد الزيت ضغطه بايه بيزيد طالما الزيت عندي ضغطه بيزيد هلاقي الياي ده هيبدأ يرتفع لايه لاعلى يبقى انا الرجلاش اللي احنا واشفناه ده ده بيتحكم فيه قوة الياي لاما ازود قوة الياي لاما اقل قوة الياي بالتالي لو قوة الزيت اللي عندي هنا كانت بسيطة هبصة لقي الزيت هنا بينصرف بكمية ايه بكمية بسيطة حسب الضغط اللي عندي طب لو ضغط الزيت هنا عالي جدا هيبدأ يؤثر على مقاومة الياي هيدفع الياي لأعلى وبالتالي هلاقي كمية الزيت اللي هتنصرف على الخزان كمية ايه كبيرة جدا جدا ده كده احد انواع سمامات التحكم في الضغط اللي هو سمام التحكم في الضغط الوقت احنا عارض لكم سمام اخر من سمامات التحكم في الضغط ولكن بقى فيه سمام مرشد فوق سمام المرشد دوت علشان اقدر ان انا اصرف ضغط زيادة منين من دائرة التحكم الهايدرولكي فبالتالي هنا لما يمر عندي السائل الهايدرولكي هيبدأ يؤثر على عنصر الغلب هيبدأ يدفع الياي لأعلى طيب ولو عندي ضغط أعلى هلاقي الضغط الزيادة بتصرف من سمام الارشاد دوت ايضا على التنكيب انا كده بصرف الضغط بتاعي من مصارين للخزان من مصارين على الخزان طب ليه انا عملت هنا سمام رئيسي وسمام ارشاد قال لي علشان في الحالة دية بيكون الضغط زيادة جامد جدا على الدائرة فبالتالي عشان احمي الدائرة من الاحمال العالية قوي 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 دي عملت فتحتين في السمام فتحة بتاخد الضغط البسيط اهو ده ضغط بسيط يبقى ده ضغط الانا الضغط بتاع الدائرة زاد بزيادة بسيطة فبالتالي بصرف الزيادة البسيطة دي من خلال فتحة الارشاد العليا دي على مين؟ على الخزان ولكن في حالة ان الضغط بتاعي زادت زيادة عن اللازم قوي قوي يبقى في الحالة دي عملت فتحة تانية عشان اصرف الضغط الزيادة اللي ماشي في الدائرة بتاعي بتاع السائل الهيدرولكي او الزيت الهيدرولكي على الخزان ولو لاحظنا الزيت الهيدرولكي كده انا بصرفه على الخزان من خلال فتحتين فتحة الارشاد وفتحة السمام الرئيسية فتحة الارشاد وفتحة السمام الرئيسية لذلك احنا عندنا كده نعين من سمامات التحكم في الضغط سمام حد الضغط بفتحة ارشاد وسمام حد الضغط البسيط ده لما بيكون الضغط اللي ماشي عندي في الدائرة مش مرتفع لدرجة عالية قوي انما ده بستخدمه مع الاحمال العالية جدا 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 لذلك انا بدعمه بفتحتين لتصريف الضغط الزائد في الدائرة وهي فتحة السمام الرئيسية وايضا فتحة الايه فتحة الارشاد بتاعتي اللي هي بتساعد في حالة الضغوط المنخفضة بيصرف منها الزيت الزيادة على الخزان اما في حالة الضغوط العالية جدا فبلاقي ان السمام ده بيبدأ ان يصرف منه الضغط الزيادة من خلال فتحة السمام الرئيسية وفتحة الارشاد للسمام او السمام المرشد الموجود بداخل جسم السمام الرئيسي تمام يا ولاد يبقى ده كده الحالتين اللي هي موجود فيهم سمامات حد حد الضغط سمامات حد الضغط انا عندي دلوقتي سمام حد الضغط بتاعنا اللي احنا تكلمنا عنه لو انا عندي التانك بتاعي باسحب منه الزيت لو الزيت بتاعي ضغطه مش عالي الزيت بتاعي بيمر على مين على الخزان عايزي بيمر على السلندر وبيبدأ يشتغل في الحالة داية انا ما عنديش هنا اي زيت داخل لمين للسمام اما لما بيكون الزيت الهايدروليكي ضغطه اعلى بيبدأ ضغط الزيادة يتصرف من خلال مين من خلال السمام التحكم فيه الضغط على مين على الخزان طول ما هو عندي السمام شغال تمام يبقى انا عندي الزيت ضغطه من الزيادة على الدايرة وما فهوش خوف على الدايرة والدايرة في الحالة داية اقدر ان انا تحملي المنظومة الهايدروليكية من اي احمال زي ايه الوقت بس قبل ما ندخل لسمام حد الضغط مرشد التشغيل لازم نقول مع بعضينا كده الجزئية اللي احنا اخدناها شباب احنا اخدنا حاجة اسمها سمام حد الضغط وسمام حد الضغط دوت كانت وظيفته انه هو بيحميل الدايرة بتاعته من اي احمال زي ايه وفي حالة الضغط البسيط بستخدم سمام حد الضغط البسيط اللي هو بيكون عبارة او سمام الضغط البسيط اللي هو بيكون عبارة عن بيتكون من عنصر الغلق وقعدة عنصر الغلق والياي او الزنبروك وفي حالة ارتفاع ضغط السائل الهايدروليكي عن الحدود المسموح بيها بيبدأ الضغط بتاع السائل الهايدروليكي يضغط على عنصر الغلق ويبدأ يرفع لي الياي الاعلى وفي الحالة دي بتبقى قوة ضغط السائل اللي هيدرولكي بتتغلب على مقاومة اليال اليال فبتبدأ تدفعه لأعلى وتبدأ تنصرف الزيت اللي هيدرولكي على مين على الخزان أما في حالة الأحمال العالية جدا أنا بستخدم سمامات حد الضغط مرشدة التشغيل وسمام حد الضغط مرشدة التشغيل زي ما شفناه في الفيلم هو عبارة عن سمام له فتحتان على التنك له فتحتان على التنك بدل ما هو ليه فتحة واحدة فتحت السمام الرئيسي وفتحت الإرشاد فتحت السمام الرئيسي وفتحت الإرشاد طيب أنا عايز أعرف إمتى السمام ده أستخدمه في حالة الأحمال العالية جدا مع بعضينا كده بقى على الشاشة نشوف دلوقتي ده سمام حد الضغط مرشدة مرشدة التشغيل بيتكون من إيه السمام ده قال لي بتكون من سمام مرشد وسمام رئيسي سمام مرشد وسمام إيه رئيسي زي ما شفنا كده في الفيديو كان عندي سمام مرشد اللي هو فوق ده دلوقتي باللون الأزرق هو والسمام الرئيسي اللي هو الجزء يا داية وعندي كمان سمام خاني وعندي إيه رئيسي وإيه في السمام المرشد إيه رفيق السمام الرئيسي وإيه في السمام المرشد إبقى أجزاء السمام مرة أخرى أنا عندي سمام مرشد وسمام رئيسي وعندي خاني وعندي يعي في السمام الرئيسي وعندي يعي في السمام المرشد طيب إيه لازمته فتحة الإرشاد ديت لتصريف الزيت الزائد في حالة الأحمال العالية جدا فبالتالي أنا كده خليت السمام يبقى له فتحتين تصريف على الخزان فتحة تنك في السمام الرئيسي وفتحة للتنك في السمام اللي هو المرشد في السمام المرشد فإحنا لما نيجي نقول هو إيه هو سمام حد الضغط مرشد التشغيل قال لي سمام حد الضغط مرشد التشغيل يسمح بمرور معدلات تضفق كبيرة جدا من السائل الهايدرور يسمح بمرور معدلات كبيرة جدا من السائل الهايدرور طب أجزاء السمام ده عبارة عن إيه قال لي سمام مرشد وسمام رئيسي وخانق سمام مرشد وسمام رئيسي وإيه وخانق وأيضا يا رئيسي ويا مرشد يا رئيسي ويا ايه ويا مرشد طيب كلام جميل قوي 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 طيب تعال نشوف كده فكرة عمل بقى السمام ده السمام ده هيشتغل معانا إزاي إحنا كنا شوفنا في الفيديو بتاعنا إن أنا لو الضغط بتاعي بسيط هيبدأ عندي الزيت هيعدي من السمام المرشد وهيبدأ يروح لي من للخزان أما في حالة الضغط العالي قوي فبصة لقي الضغط بتاعي جاي من الإرشاد بدأ يأثر على الياي بدأ يفتح المكبه إزاي بدأ يرجع لإيه للخلف بدأت إن هنا عندنا فتحة البراشر أو خط الضغط بتاعي خط الضغط بتاعي الزيت هيأثر على المكبه إزاي هيخليه يرجع للخلف وبالتالي هلاقي إن فتحة الضغط بتاعي هتبقى متصلة بفتحة الخزان أو التانج وبالتالي هنا أقدر إن أنا أصرف الزيت الزيادة في حالة الأحمال العالية قوي في دوائل التحكم الهيدرولكي من خلال فتحتين فتحت تصريف السائل الهيدرولكي على الخزان من خلال سمام الإرشاد وفتحت تصريف السائل الهيدرولكي من خلال سمام التحكم الرئيسي من خلال سمام التحكم الرئيسي فهنا بيقول لي فكرة عمل السمام يؤثر ضغط الدايرة اللي هو الأحمر ده على الجانب الأيمن للسمام يبقى ضغط السائل ده هيؤثر على الياي بتاع السمام الرئيسي فبالتالي هيؤثر على الجانب الأيمن كله المين للسمام فبالتالي هيدفع الظلاق دوت لإيه للخلف لما يدفع الظلاق ده للخلف هلاقي فتحة بيه فتحة بيه فتحة حيث على الفتحة مين على الفتحة جيم وبدأنا ان احنا نصرف الزيت الزيادة اللي موجود فيه السمام الرئيسي على مين على الخزان بتاعنا وبالتالي حامية الدايرة من أي أحمال زي إيه ده ممكن تتعرض لها تؤدي إلى انفجارات في وصلات الخراتيم أو المواسير اللي متوصلة في منظومات التحكم الهايدرولك عشان حافظ على عدم انفجار هذه الوصلات لابد من وضع سمام حد الضغط بنوعيه في حالة الضغوط البسيطة بحط سمام حد الضغط فقط في حالة الأحمال العالية جدا لازم أحط سمام حد الضغط مرشد التشغيل وده بيكون لديه فتحتان لتصريف السائل الهايدرولكي على الخزان لديه فتحتان لتصريف السائل الهايدرولكي الزائد على الخزان قال لي ونظرا لمرور الزيت الهايدرولكي في الخانق ونظرا لمرور الزيت الهايدرولكي عندي في الخانق بتاعي ده ينخفض الضغط عن كيمة حيث يؤثر فرق الضغط اللي موجود على الظلاق الرئيسي ويبدأ الظلاق الرئيسي ده يندفع لمين؟ للخلف أو لليسار وبالتالي ده هيؤدي إلى تصريف الزيت الزائد على الخزان يعني احنا لو عندنا الزيت اللي هو ماشي في الدائرة بتاعتي دوت زيت ارتفاعه أو ضغطه زيادة بسيطة بالتالي الزيادة البسيطة دي هتؤدي ان احنا الزيت بتاعي يمر منين؟ من الخانق الخانق ده الزيت اللي جاي له هيجيله بضغط بس مش بضغط مرتفع فبالتالي هيؤثر على اللي هيبدأ يرجع عنصر الغلق بتاعي للخلف بس بدرجة بسيطة قوي وبالتالي اقدر اصرف الضغط البسيط ده على مين؟ الخزان عن طريق الخانق بتاعنا في حالة الاحمال البسيطة ولكن في حالة الاحمال العالية انا بلاقي ان خط الضغط بتاع بيأثر كله بالزيت الهايدرولكي زيادة على عنصر الغلق اولياء في السمام الرئيسي وبالتالي بيبدأ يحرك الزلاق او السمام الرئيسي للخلف ومن هنا بيبدأ يفتح فتحة المرور السائل اللي هيدرك الفتحة بيها على الفتحة جيم ومن هنا نقدر ان احنا نقول ان انا بقدر ان انا صرف زيت بكمية كبيرة في حالة الاحمال العالية عن طريق سمام حد الضغط مرشد الايه؟ مرشد التشغيل مرشد التشغيل كلام ده جماعة عايزين مع بعضينا كده نتنقش فيه كده تاني يبقى انا عندي النهاردة قلنا ان انا عندي سمام يسمى سمام حد الضغط سمام حد الضغط فيه نوعين نوع حد الضغط ونوع حد الضغط مرشد الايه؟ مرشد التشغيل حد الضغط فقط هو عبارة عن سمام بيتكون من ثلاث اجزاء وهو عبارة عن عنصر الغلق وكمان قاعدة عنصر الغلق والياي او الزنبروك طيب قلنا في حالة الضغط البسيط بيبدأ الضغط السائل الهيدرولكي لما بيزيد في خط الضغط بتاعي او خط البرشر بيصل لقيمة قوة عالية جدا هذه القوة بتزداد مع مرور السائل الهيدرولكي حتى تصل الى قيمة قوة تتغلب على مقاومة الياي فبترضى تدفع الياي الاعلى وبنبدأ نصرف الزيت الهيدرولكي اللي عندي زيادة دوت على الخزان من خلال فتحة تصريف الزيت على الخزان وبتبقى صفتحة واحدة في حالة سمام حد الضغط احنا قلنا ان سمام حد الضغط ده انا باستخدمه في حالة ضبط ضغط الدايرة وباستخدمه ازاي انا عندي السمام ده بيتكون من ثلاث اجزاء عنصر الغلق وبيبقى شكل عنصر مخروطي يأي الضغط بتاعي وكمان عندي قعدة العنصر المخروطي رقم 3 عندي حاجة اسمها قوة وعندي حاجة اسمها مقاومة يا شباب لو كانت القوة ديت بتاعتي بسيطة قوة السائل الهايدرولكي او الزيت الهايدرولكي اللي جاي من البامبة او الجاي من المضخة بسيطة في الحالة دي لا تؤثر على عنصر الغلق ام تتأثر على عنصر الغلق وتحركه في حالة لما يكون ضغط السائل الهايدرولكي قوةه بتتغلب على مقاومة الياي اللي انا ضابط عليه الياي فبالتالي لو انا عندي قوة السائل الهايدرولكي اللي مر في الدايرة بتاعي قوته اكبر من القوة اللي انا ضابط عليها ياي الضغط بتاعي في الحالة ديت هلاقي ان الياي بتاعي مقاومته بقت اقل من قوة دفع السائل الهايدرولكي وبالتالي السائل اللي هيدرولكي هيبدأ يمر الزائد عن الدائرة ويتحرك في اتجاه الخزان وبأنا كده ضابط الدائرة بتاعتي على مستوى معين لضغط الزيت بتاعي طيب انا ليه بعمل الكلام دوت بعمله علشان احمي الدائرة بتاعتي من اي احمال ايه زي ايه ده او من حدوث انفجارات او من حدوث ايه انفجارات ازاي يا شباب ازاي على اساس ان انا لو عندي سائل هيدرولكي ماشي مثلا بعشرين بار في الدايرة وانا الضغط اللي انا محتاجه في الدايرة عشرين بار خلاص السائل ده مش هيأثر على الياي وبالتالي السمام هيظل ايه مغلق طب لو انا عايز المنظومة بتاعت تمشي بضغط عشرين بار ولقيت ان المضخة عمالة ضغط اللي بتطلعه بيزيد لحد ما وصل عند فتحة السمام ده لاربعين ضغط جوي طب لو الاربعين هيبقوا اعلى من المقاومة اللي انا زابط عليها الياي انا زابط على كاب انا زابط الياي على عشرين بار يبقى الضغط خارج السمام اعلى من ضغط الياي فبالتالي في الحالة دي هلاقي ان الضغط اللي خارج هيأثر على مقاومة الياي ويبدأ يدفع الياي الاعلى ويبدأ اخذ الضغط الزيادة ده وصرفه على مين على الخزان ده سمام حد الضغط له فتحة واحدة على الخزان ولكن سمام حد الضغط بعد مرشد التشغيل ده بيتكون من سمام رئيسي وسمام مرشد سمام رئيسي وسمام إرشاد السمام الرئيسي ده بستخدمه لما بيكون عندي ضغط عالي أوي بيبدأ يأثر على إياه السمام الرئيسي ويبدأ الضغط يصير أو كمية الزيت الزيادة بكمية كبيرة تبدأ تأثر على السمام الرئيسي فيبدأ ينزلك ليه اليمين وبالتالي ينصرف الزيت الزائد على الخزان من خلال فتح الفتحة به على الفتحة جيم زي ما عرضنا قدامنا طيب انا بقى لو انا هستخدم الضغط بتاعي اقل من تأثير الزيت على السمام الرئيسي فيه او المكبس الرئيسي فيه السمام قال لي في الحالة دي احنا حطين سمام ارشاد وسمام الارشاد ده هو بيعدي منه الزيت بتاعي بقوة بسيطة وبالتالي بيأثر على الياي بتاعي بقوة صغيرة وبالتالي بينصرف ايضا الزيت على مين على الخزان يبقى انا عندي هنا سمام تحكم في الضغط مرشد التشغيل له فتحتان تصريف الزيت بتاعي على مين على الخزان ولكن سمام حد الضغط فقط له فتحة واحدة لتصريف الزيت زائد عن الدائرة التحكم الهيدروليكي على الخزان سمامين بيستخدموا فيه التحكم في ضغط الدائرة او التحكم في جزء من ضغط الايه الدائرة بتاعي دلوقتي بقى يا حبايبي هننتقل مع بعض لنوع اخر من سمامات التحكم في الضغط وهو سمام التحكم في الضغط مرشد التشغيل ده اللي احنا قلناه نشوف بس فكرة عمله وبعد كده ننتقل على سمام اخر ده السمام اللي احنا كنا لسا بنقول له هو مرشد التشغيل قلنا ان احنا عندنا سمام ارشاد وسمام رئيسي قلنا لو الضغط بتاع الدائرة بتاعي زائد عن حدود زيادة يعني الضغط عندي زائد بنسبة كبيرة جدا جدا المسموح بيها بيبدأ الضغط بتاعي اثر على المجبس الرئيسي ويبدأ يفتح الفتحة بتاعتي به على الفتحة جيم يبدأ الضغط زيادة ينصرف من الفتحة جيم على الخزان اما لو الضغط بسيط بيبدأ الزيت بيدخل من السمام الارشاد وبيبدأ ينصرف برضك على الخزان يبقى انا في الحالة دية لو عندي بقى ضغط زائد جدا عن الحدود المسموح بيها بلاقي ان الزيت بتاعي يبدأ يتصرف على الخزان من خلال فتحة الارشاد وايضا في نفس الوقت من خلال فتحة السمام الرئيسي وده في حالة الاحمال العالية جدا جدا حتى نحمي الدائرة بتاعتنا من حدوث اي انفجارات في منظومات التحكم الهايدرولوكية طيب احنا عندنا نوع اخر من سمامات التحكم في الضغط وهي سمام تخفيض الضغط سمام تخفيض الضغط مش حد الضغط حد الضغط انا بحط حد معين للضغط المسموح بفين في الضير انما السمام ده هو بيعمل على عملية تخفيض الضغط اللي ماشي فيهن في الضير تخفيض الضغط اللي سائر فيهن في الضير قالتوا استخدم هذه السمامات لخفض الضغط في خط فرعي او خط رئيسي في دائرة التحكم الهايدرولوكية بس سمام ده بستخدمه اللي هو سمام تخفيض الضغط علشان اتحكم فيه خفض الضغط فيه خط فرعي او خط رئيسي في دائرة التحكم الهايدرولوكية انواع سمامات تخفيض الضغط سمام تخفيض الضغط بدون فتح التصريف على الخزان يبقى انا عندي السمام ده اللي هو سمام بخفض به الضغط بحيث ان ما يكونش ليه فتح التصريف على الخزان ده سمام تخفيض الضغط بدون فتح التصريف على الخزان تمام طب السمام ده بيشتغل ازاي او فايدته ايه قال لي لا يسمح بمرور الزيت المضغوط عند زيادة كيمة الضغط ناحية السلندر عن الضغط المضبوط عليه السمام وبذلك يتم تنظيم الضغط يعني السمام ده يا ولاد هو بيعمل عملية تخفيض الضغط وبالتالي تنظيم الضغط السائل الهايدرولوكي اللي هو بيوصل لمين للسلندر عشان اشوف ان السلندر يبدأ يتحرك بضغط منتظم وبالتالي حركة السلندر ما يبقاش فيها فيبريشن او اهتزازات او دروب نسيجة ان الضغط بيزيد وبيقل سمام اللي قدامنا معنا ده اللي هو تخفيض الضغط ده بيقوم ايضا بعملية تنظيم الضغط داخل دوائر التحكم الهايدرولوكي يعني مش تخفيض ضغط بس ده بينظم الضغط سواء كان في فرع رئيسي او في خط رئيسي في الدائرة او في خط فرع فين في دوائر التحكم الهايدرولوكية والسمام ده يا شباب هو عبارة عن السمام بدون فتح التصريف للزيت الزائد على الخزان طب هو يا ميس دلوقتي لما احنا بفي عندي ضغط زيادة لا هو بيعمل ايه ان الضغط اللي جاي له ده كله بياخده بيمرره بس بيعمل له عملية تدفق منتظمة بيعمل له عملية تدفق ايه منتظمة فبالتالي التدفق المنتظم ده بيدي حركة للسيلندر حركة منتظمة ما تبقاش الحركة بتاعتي فيها انخفاض وزيادة كل شوية فيحدث في فيبريشن عالية قوي في منظومات التحكم الهايدرولوكية ولاقي فيه اضطراب وصوت وضوضاء عالية جدا في المنظومة وهي شغالة فبالتالي السمام ده بيعمل على تنظيم الضغط اللي ماشي فين في دوائل التحكم الهايدرولوكية ما بعضينا كده تاني السمام اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة هو سمام تخفيض الضغط بدون فتح تصريف على الخزان اللي بيحصل فيه انا عندي الضغط اللي انا عايز امشيه في الدائرة ويمر على السيلندر بيبقى ليه كيمة معينة بابدأ عن طريق السمام المصمر اللي قدامي ده ابدأ ازبط الياي بتاعي على قوة محددة اول ما الضغط بتاعي بيمر في السمام ده بيمر بالقوة اللي انا زابط عليها السمام او بالضغط اللي انا زابط عليه السمام والضغط عندي مش بيزيد ولا بيقل بيفضل ثابت على الكيمة اللي انا زابطت عليها السمام فبالتالي السمام ده بيعمل على تنظيم الضغط السائر فين في دائرة تحكم الهيدرولوكية وده كده شكل او رمز السمام في دوائر منظومات التحكم الهيدرولوكية بيكون عبارة عن مستطيل وبداخله ساهم يشير لاعلى ولا اسفل ويقابل للضبط وفتحة لتصريف الزيت الزائد على الخزان ان امتن بس دوت بدون فتح التصريف وفي فتحة كده كده اي سمام بيبقى ليه طرفين طرف بيبقى بين منظوم التحكم الهيدرولوكي بخط البريشر وطرف اخر بخط التن انما ده ما لهوش فتحة زائدة على مين على الخزان تعالى بقى هنا ناخد سمام تخفيض الضغط ولكن بفتحة تصريف على الخزان قال لي في الوضع الطبيعي يقوم السمام ده بخفض ضغط الزيت الداخل من فتحة البريشر ليصل الكيمة المضبوطة عليها عند الفتحة ايه حلوة او يعني في الوضع الطبيعي السمام ده بيجيه للسائل اللي هيدرولوكي من خط البريشر بيبدأ يخفضه لي علشان لما يطلع للفتحة ايه يروح او يبدأ يسير بالكيمة اللي احنا محتاجينها تحرك السلندر بتاعني وعند زيادة الضغط عن الحمل بتاعي عند الفتحة ايه عن الحد المضبوط عليه السمام يتغير وضع التشغيل ليمر الزيت الهيدرولوكي من الخزان الى الفتحة تي الى ان يعود الضغط عند الحمل للضغط المضبوط ايه عليه بدون زيادة يبقى انا عندي هنا في الوضع العادي السمام هيخفض الضغط وبالتالي هلاقي ان الضغط هيمر من الفتحة ايه على الفتحة بيه مفهاش اي مشكلة لاول ما يزيد الضغط هلاقي المكبس بتاعي دوت يبدأ يتحرك ويبدأ يفتح على الايه يبدأ يضغط على الايه الاقي بقى الزيت الزيادة يروح جايب منصرف على مين على الفتحة تي من خلال مين من خلال الفتحة ايه هيبدأ الزيت يبدأ يرجع ويعود ويبدأ ياخد مصاره للفتحة مين للفتحة تيه وبالتالي اي زيادة كده بيبدأ ينصرف على الخزان وبيديني الضغط المسموح في الدايرة او بيخفض لضغط الدايرة للضغط المسموح بيه بيخفض لضغط جزء من الدايرة سواء كان في الخط الاساسي او الخط الرئيسي او الخط الفرعي فين في دائرة تحكم الهايدرولوكا ده كده كان اسمه سمام تخفيض مع بعدينا كده بقى نشوف فيلم كده هيعرض لنا فايدة السمام بتاع تخفيض الضغط عندنا في منظومات التحكم الهايدرولوكا او السمام ده عبارة عن ايه احنا عندنا هنا الدايرة فيها سمام تحكم في الضغط فيها سمام التحكم في الايه في الضغط اهو لو انا المضخة دي شغالة لو الضغط بتاعي ماشي تمام انا بلاقي ان الضغط بيروح على دائرة التحكم الهايدرولوكي على السلندر بتاعي ويبدأ يحرك لمين؟ الحمل طيب لو المضخة شغالة وفضل الضغط يزيد بص الضغط الضيادة يروح على سمام حد الايه؟ حد الضغط ويبدأ الضغط الضيادة ينزل على مين؟ على الخزان بص الضغط بص يتحرك وينزل على مين؟ وكده انا كافية الدايرة كلها بالزيت اللي موجود فيها واي زيت جي من المضخة ما بيروحش على الدايرة لا بيروح على مين يا ولاد ركز معي بيروح على سمام حد الضغط او سمام تخفيدي الضغط ويبدأ ياخد الزيت الزيادة وينزله على مين على الخزان طيب يبقى انا كده السمام ده بدأ انه هو اي ضغط زيادة خارج من المضخة ما يبدأش يدفعه المين للدايرة بدأ انه هو ياخد اي ضغط زائد طالما نظابت الدايرة على ضغط معين بص هنا ده الفرق ما بين سمام حد الضغط وسمام تخفيدي الضغط السمام ده هو اللي هيخفض لضغط الزيت اللي رايح لمين للسيلندر انما السمام ده هو حد الضغط يعني انا هنا زابت الدايرة بتاعت دي على 30 بار لو زاد الضغط بتاع اللي طالع من المضخة عن 30 بار بقى 31 بار هبدأ ااخد الضغط الزيادة دوت وصرفه من خلال سمام حد الضغط على مين على الخزان اما لو انا عايز السيلندر بتاعي ده يتحرك ب 2 بار من 30 بار مين اللي يحرك للسيلندر ده ب 2 بار او ب 3 بار انا هزبط هنا سمام اسمه تخفيدي الضغط سمام اسمه تخفيدي الايه؟ الضغط وبالتالي الضغط اللي طالع من السمام التحكم التوجيه علشان يروح للسيلندر هيبقى سمام هيبقى الضغط اللي خارج منه سمام التحكم التوجيه ورايح للسيلندر هيبقى كيمة ضغطه هي اللي انا زابط عليها سمام تخفيدي الايه؟ الضغط يبقى سمام تخفيدي الضغط بيعملي على تخفيدي الضغط في خط فرعي او خط رئيسي في الدائرة وكمان بيعملي عملية تنظيم يعني هو بيطلع منه الزيت بشكله منظم علشان خاطر حركة السيلندر دي تتحرك بحركة ايه؟ بحركة منتظمة ما تبقاش حركة فيها فيها ارتفاع للضغط او انخفاض للضغط بص انا زابطت هنا السمام دو فبالتالي انا لما جيت اهو انا بازبط سمام بتاعي بتحدي الضغط على قيمة معينة لاما بزود فيه الضغط بتاع دفع السيلندر او الرجوع للسيلندر كل حركة السيلندر دي معتمدة على مين؟ معتمدة على قيمة الضغط اللي انا بسمح بمرور السائل الهايدرولكي من خلاله فيها تمام يا شباب؟ ده كده كانت فكرة عن سمامات التحكم سمامات التحكم في الضغط سمامات التحكم في الضغط تخلي بالك ان انا عندي كده سمامين في الدائرة سمام اسمه سمام حد الضغط وسمام تخفيض الضغط سمام حد الضغط بحطه فيه الفرع الرئيسي للدائرة بعد المدخة على طول عشان يصرف لي اي زيز زائد عن الحدود المسموح بيها في الدائرة سمام تخفيض الضغط بحطه في اي خط رئيسي او اي خط فرعي عشان انظم الضغط وخفض الضغط اللي هيدخل لمين للسيلندر وبالتالي تبقى حركة السيلندر حركة منتظمة بدون ضغوط عالية فما يعمل ليش حاجة اسمها فيبريشن او دوضاء اثناء تشغيل منظومات التحكم الهيدرولكي الاء المصنع كله عمال يتهز والمواصيل اللي بيمشي فيها السائل الهيدرولكي عمالها تتراج ده تعمل دوشة او تعمل دوضاء في قلب المصنع وده بيكون سببها ان سمام تنظيم الضغط في مشكلة ده بيكون سببها ان سمام تنظيم الضغط بتاعي اللي هيروح للسيلندر في مشكلة فبالتالي لازم نبقى عارفين ان احنا عندنا سمام مين سمام حد الضغط او تصريف الضغط الزائد على الخزان وده بيبقى سمام بعد المضخة وبياخد اي ضغط زائد عندي في الدائرة كلها وبيبدأ يصرف هذا الضغط على مين على الخزان اما سمام تخفيض الضغط ده بيبقى سمام بتحط فيه الخط الرئيسي او الخط الفرعي في الدائرة بتاعتنا وبالتالي بيخفض الضغط اللي بيسير للسيلندر حتى لا يتم حدوث اهتزازات او فيبريشن عالي جدا تسبب لحدوث ضوضاء في منظومات التحكم الهيدروليكي في المصانع وخطوط الانتاج بتاعتنا تماما شباب طب احنا عايزين بس دلوقتي نروح كده نشوف حاجة فحص وصيانة السمامات احنا كده اخدنا السمامات ازاي اعمل عملية فحص وصيانة لسمام تحكم التوجيه اول حاجة اولاد هنفك مجموعة السمام هننضف السمامات من جوه بمادة اللي هي عبارة عن موزيبات خاصة دي كده لوج المكنة بيشرح حالي كمان بعمل عملية مسح الاجزاء السمام بكتعة من القماش بفحص التجويف اللي موجودة جوه السمام وببدأ ان انا استبدل القرسي او الجلب او السيهات اللي هي عناصر التحكم للسائل الهيدرولكي من التصرب كمان بفحص البكرات من وجود تآكل يؤدي الى تسريبات للسائل الهيدرولكي يبقى احنا عندنا خطوات بتنفذ علشان اعمل عملية سيانة لسمامات التحكم التوجيهية اول حاجة بفك مجموعة السمام تاني حاجة بنضف جميع اجزاء السمام بموزيبات خاصة كده لوج المعدة بيرشدني ليها بمسح اجزاء السمام بكتعة من القماش بفحص التجويف اللي موجودة داخل السمام من الشوائب والمواد العالقة بيه كمان بفحص اسطح البقرات من وجود اي تآكل داخل السمام بتاعنا كمان لو انا وجدت ان في عمود السمام به التواء لابد من استبداله فورا اذا كان عمود السمام او جسم السمام فيه جزء من التآكل ايضا لابد من استبدال السمام جميعا تمام يا شباب دي كانت خطوة من خطوات ازاي بقى احنا عملنا السمامات واحنا كسم سيانة وميكانيكا سيانة واصلاح ازاي احنا عارفنا السمام بس ما عارفناش طريقة سيانته دلوقتي شباب احنا عرضنا مع بعدينا السمامات تحكم في الضغط وقلنا ان احنا عندنا سمام حد الضغط وعارفنا وظيفته سمام الضغط مرشد التشغيل وعارفنا وظيفته وايضا عارفنا ان انا في حالة السمامات دي بتأمني الدايرة من اي احمال زائدة وكمان بتعملي على تصريف الضغط الزائد على الخزان وكمان بتعملي على تصريف الضغط الزائد في اي جزء من الدايرة سواء كان خط رئيسي او خط فرعي وبتنظم الضغط اللي بيسير نحو السلندر وبالتالي انا بحمي الدايرة بتاعتي من اي احمال زائدة ومن اي انفجارات ممكن تحدث في منظومات التحكم الهايدروليكية ايضا تعرضنا في هذه الحلقة الجميلة الى كيفية سيانة سمامات التحكم التوجيهية واسمات التحكم التوجيهية دي كانت عبارة عن سمام بيتحكم في توجيه السائل الهايدروليكي الى السلندر وعرفنا ازاي نقدر نعمل سيانة لسمامات التحكم التوجيهية وبكده احنا وصلنا مع بعضينا ابناء الاعزاء الى نهاية حلقتنا الجميلة اشكركم واترككم في رعاية الله وامني وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا يا شباب